رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لضبية وعقب الجلسة أدلا سعادة دكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمناسبة المولد النبوي الشريف خالص التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدة سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على جلالته باليمن والبركات وعلى الوطن العزيز وشعبه الكريم بمزيد من التقدم والرفعة والاستهار وعلى الشعوب العربية والإسلامية قاطبة بكل الخير وفي هذا الصدد فقد حث مجلس الوزراء على استلهام العبر من هذه الذكرى العطيرة لميلاد الرسول الأعظم سيد البشرية بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها إلى البلاد بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة جلالة سلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان إسكندر سلطان حاكم ولاية وأقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا الشقيقة وبما تشكله هذه الزيارة من دعم للعلاقات البحرينية الماليزية وتعزيز للتعاون ثنائي بينهما وتمنيا المجلس لضيف البلاد الكريم والوفد المرافق طيب الإقابة في مملكة البحرين ثم أشهد المجلس بالدور الذي يمثله معرض الجواهر العربية باعتباره واحدا من أكثر المعارض شهرة بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر له والتي امتدت على مدى أكثر من ربع قرن وبما يوفره هذا المعرض من بيئة تجارية واستثمارية وسياحية تدعم صناعة المعارض والترويج للفرص الاستثمارية وفي هذا الصدد فقد اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مدعم بالإحصائيات حول المعرض المذكور والذي شهد زيادة في عدد زواره بنسبة أربعة في المئة عن نسخته الماضية وبمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام فقد استذكر المجلس بالاعتزاز والتقدير الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية ومشاركتها بكل قوة واقتدار وفعالية في مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وأثنى المجلس على الجهود المشكورة التي يبذلها ويطالع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة العاهل المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مكاسب المرأة البحرينية وتمكينها بعد ذلك دان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مسجد قرية الروضة في محافظة شمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المصلين بأياد الغدر التي ارتكبت مجزرة مروعة لمصلين مسالمين وأقدمت على فلع لنشنيع يعكس تجردها من الإنسانية وانتزاع الرحمة من قلوبها بما تحمله من فكر ظل متطرف معرباً المجلس عن عميق تعزيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً سائلاً المولى عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين مؤكداً المجلس على موقف مملكة البحرين الداعم والمساند للشقيقة مصر في كل ما تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب الأسود ومن يقف خلفه ويغذيه وعلى صعيد ذي صلة فقد رحب المجلس بما جاء في البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب الذي عقد في الرياض مؤخراً وما ورد فيه من تأكيد على التصدي للإرهاب بكافة السبل والوسائل ثم تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم إنجازه وتحقيقه بعد الزيارات التي كلف بها سموه وزراء الخدمات للمدن والقرى من أجل سلبية احتياجات الأهالي فيها وتطلباتهم في عشر قرى ومدن وهي وقد بدأ المجلس باستعراض هذه التقارير تباعاً حيث بدأ المجلس في هذه الجلسة باستعراض ما أنجز على صعيد كل من الخدمات المقدمة للكهرباء والماء وخدمات الحماية والضمان الاجتماعي في تلك القرى والمناطق ففيما يتعلق بقطاع المياه فقد تم إنشاء شبكات مياه جديدة في كل من سترة ونبي صالح وجنوسان واستبدال شبكات المياه القديمة وتقوية شبكات التوزيع في بقية القرى والمناطق المذكورة إلى جانب تنفيذ شبكات المياه للمشاريع الإسكانية والصيانة الوقائية والطارئة والكشف عن التساربات غير المرئية أما بالنسبة لخدمات الكهرباء التي وجهت إلى تلك القرى والمناطق فهي تتمثل في بناء محطات كهرباء جديدة وتنفيذ مشاريع توسيع سعة للمحطات الكهرباء الفرعية القائمة ومشاريع لتقوية شبكات الكهرباء وتوفير الإنارة للطرق بما في ذلك تركيب أعمدة إنارة جديدة وصيانة أعمدة الإنارة بالإضافة إلى المشاريع الرامية إلى خفط عدد ومدة الإنقطاعات وذلك على النحو الوارد في مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء أما على صعيد الخدمات العملية والاجتماعية التي تم تحقيقها تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في العشر قرى والمدن المذكورة آنفا والتي زارها وزراء الخدمات فقد تمثلت في فتح ثلاثة مكاتب للتوظيف وإقامة أربعة معارض لتوظيف بالإضافة إلى توفير فرص العمل لعدد كبير من العاطلين في هذه القرى وتدليل الصعوبات التي تواجههم في هذا الجانب والاستجابة للعديد من الطلبات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر في تلك المناطق والقرى فيما يتم العمل على إنشاء مركزين اجتماعيين نموذجيين وتخطيط لمركز اجتماعي شامل جديد وتخصيص أراض لبناء دار نهارية لرعاية كبار السن أما بقية الطلبات فهي قيد دراسة لدى اللجنة الوزرية للإعمار والبنية التحتية وذلك على نحو الوارد في مذكرة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وفي سياق ذيصلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الطرق في قرية السنابس وتحديثها على المستويين الحضري وأعمال البنية التحتية لشؤون الطرق بما في ذلك إعادة رصف وتطوير التقاطعات وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتوفير أرصفة جانبية للمشاه ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلا بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وافق مجلس الوزراء على تحديث قائمة البحرين للإرهاب وذلك بإضافة أربعة كيانات واثنين وعشرين فردا تضمنها البيانين الصادرين عن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في الخامس والعشرين من أكتوبر وفي الثاني والعشرين من نوفمبر ليضاف إلى قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مملكة البحرين ما يلي أولا الكيانات واحد جمعية الرحمة الخيرية اليمن اثنان سوبرماركت الخير اليمن ثلاثة المجلس الإسلامي العالمي أربعة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ثانيا الأفراد نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميغاني يمني الجنسية هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية نشوان العدني يمني الجنسية خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية عادل عبدوفاري عثمان الذهباني يمني الجنسية رضوان قنان رضوان محمد حسين قنان يمني الجنسية ولي نشوان اليافعي يمني الجنسية خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية بلال علي الوافي يمني الجنسية خالد ناظم دياب سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر ميسر علي موسى عبدالله الجبوري محمد علي سعيد آتم حسن علي محمد جمعة سلطان محمد سليمان حيدر محمد حيدر محمد جمال أحمد حشمة عبد الحميد السيد محمود عزة إبراهيم عيسى يحيى السيد إبراهيم محمد موسى قدري محمد فهمي محمود الشيخ علاء علي علي محمد السماحي ثانياً وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النظم البيئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين وإدارة الأعمال الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية والهادفة إلى تبادل الخبرات والزيارات بشأن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها وتدويلها بالشكل الذي يساعد على دعمها وفوض المجلس وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع عليها لدخولها حيز التنفيذ وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية من خلال المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثا بحث مجلس الوزراء التصديق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بمجابي بروتوكول 2010 والتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين سلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والتين وقعت عليهم مملكة البحرين في 29 من شهر يونيو من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية وكلف المجلس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات مملكة البحرين بشأن نظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018 الذي أقرته مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعضوية البحرين في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات والتزامها كذلك بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية رابعا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة الأول يتعلق بتخصيص ناد يراعي في تصميمه الأنشطة النسائية في منطقة قلالي والثاني بشأن توفير احتياجات الصيادين في محافظة المحرق والثالث بخصوص الطرق في السنابس وحال ردود الحكومة بشأن هذه الرغبات إلى مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر